شهدت مصر على مدار الأيام الماضية جدلاً واسعاً حول نية زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم من الدولة والذي يباع بسعر خمسة قروش فقط في حين تصل تكلفته وفقاً لتقديرات رسمية إلى خمسة وستين قرشاً ورغم التأكيدات بأن زيادة لم تكون كبيرة إلى أن قطاعاً كبير يرفض هذه الزيادة في حين تسعى الحكومة لتوفير ثمانية مليارات جنيه للتغذية المدرسية وحول الدعم ومستحقي يدور الحوار في هذه الفقرة مع ضيفي وزير التموين السابق دكتور جودة عبدالخالق أهلاً وسهلاً بحضرتك أهلاً بيك نسبة بالمشاهدين في البداية الدكتور جودة على مدار الحكومات المتعقبة خلال أكثر من عقد من الزمان يدور الحديث دائماً عن الترشيد الدعم وبالفعل تم ترشيد الدعم على العديد من الخدمات والسلع دون المساس بسعر رغيف الخبز لماذا؟ أعتقد يمكن مفعول التاريخ لأنه كما نعلم في يناير 1977 على خلفية رفع سعر ريف الخبز اندلعت مظاهرات عرمة في أنحاء الجمهورية عرفت في ذلك الحين من تفاضة الخبز وهذا خلق نوعاً من الحساسية السياسية لأي تعديل لسعر الخبز تحسباً لأي ردود فعل جمهورية على مستوسع بالنسبة لما يمثله رغيف الخبز بالنسبة للمصريين هذا هو التفسير ولكن طبعاً إدارة الشأن العام تقتضي بالقطع أن يخص في الاعتبار احتمالات رد الجمهور لكن في نفس الوقت مقتضيات المصلحة العامة وتطبيق قواعد العلم والحساب الرشيد بالنسبة لهذه المسألة المأساة فيما يتعلق بالرغيف الخبز أن الحكومة تبعت مصريين مصري الأول لا مساسة في ساعر الخبز خمسة كروش تعريباً على مدى ثلاثين سنة الأخيرة ولكن في نوعاً سنونا كمأساس بوزن الخبز فسمى تخفيض وزن الخبز أكثر مرة أخيرة في غص الماضي حينما تم التخفيض من مية وعشرة إلى تسعين جرام الرغيف وقبلها أظن في 2020 أظن أكتوبر من مية وثلاثين إلى مية وعشرة وده معناه رافع فعلي لسعر الرغيف السعر العادل للرغيف في مصر يا دكتور المفترض يكون بتطبيق النظم العلمية والطريقة الحديثة للحساب يكون قد إيه؟ هذا سؤال طبعاً مهم جداً وهو مربط الفرص في هذه المسألة السعر يعني هو الذي يترجم التكلفة الحقيقية لرغيف الخبز هو السعر العادل طبعاً ما معنى التكلفة الحقيقية لرغيف الخبز هنا بقى بندخل فيه تفاصيل بعضها صعب لغاية إنما ليست مستحيل فعندنا أول شيء أهم مكونات رغيف الخبز هو الدقيق الذي يأتي من القمر فده هو المكون ثم هناك مكونات أقل شعناً مثل الماء والملح والخميرة والعمالة أيضاً والطاقة هذه المكمنات بالإضافة إلى أشياء لوجستية مثل النقل والتخزين والمناولة إلى آخر إذا تم حساب هذه الأمور وقد كان لنا تجربة عندما كنت وزيراً في 2012 على خلفية جدل مع غرفة أصحاب المخابز في الواقع لجأنا إلى الجاز المركزي للإعتباع العامة والإحصى لإجراء دراسة ميدانية لتحديد تكلفة الخبز أخذ في الاعتبار العناصر التي تحدثت عنها وفي ذلك الحين نعم غرفة أصحاب المخابز هناك الجهة المعبرة عن مصالح أصحاب المخابز وبالمناسبة أود أن أقول من خبرة الشخصية كوزير هذه غرفة وساعة النفوذ في دوائر الحكومة المصرية وما نسمعه على أن تكلفة رغيفة الخبز 65 إرش في تقديري هذا هو التقدير الذي قدمته غرفة أصحاب المخابز وأعتقد أنه ينطبع لمبلغة كبيرة هذه غرفة تضم في عضويتها ما زيد عن 40 ألف من أصحاب المخابز منتشرين في إنحاء الجمهورية لديهم أعمالة ليست صغيرة ولهم نفوذ من خلال اتحاد الغرف التجاري لا بأس طبعا مفهوم أن كل مجموعة مصالح تعبر عن مصالحها ولكن أنا أستشعر كوزير أنه نفوذ غرفة أصحاب المخابز تجاوز الحد في تقديري وهذه المسألة إنما القول بأنه سعر تكلفة رقيف الخبز 65 إرش هذا قول لا يقنعني على الإطلاق إذا سألتني فما هي التكلفة الحقية أقول إنه لا يمكن وأنا جالس أمامك أن أقول رقم الموضوع يحتاج إلى حساب كما ذكرت ولكن بالقطع سيكون أقل من 65 إرش إذن معنى هذا الكلام إنه كل ما يقال عن مبالغ دعم لحساب الخبز كسلعة أساسية يحتاج إلى مراجعة ده المصلحة مين إذا تم رفع رقيف الخبز أو سعره على المواطنين هو إلى الآن لم يصدر قرار بهذا الشأن ولكن الحديث تقرر ده في مصلحة مين هل فعلا هيوفر جزء من ميزانية الدولة هل هيرشد الدعم بشكل ما نشوفي عايزة أقول أنه أولا الأرقام وهنا أعود إلى الأرقام الواردة في البيان المالي لموازنة 20-21 20-22 في هذا البيان المالي في أحد الجداول تكلفة دعم الخبز أقل من 48 مليار 47.4 مليار جنيه عظيم إذا نصبت إلى الحجم دعم الكل للموازنة العامة اللي هو يزيد على 2 تريليون جنيه يبقى معنى كده دعم الخبز في الواقع من أغذر مكونات بنود الإنفاق في الموازنة العامة للدولة حيث في حدود 2-2.5% من إجمال الإنفاق في الموازنة العامة للدولة فإذا كان الشاغل في هذه الحالة والداعي لمراجعة سعر رديد خبز هو الخشية من العبء المالي أعتقد أنه لا أساس لهذلك لأنه 2.5% أو 2% لا تشك العب خصوصا إذا قيصت مثلا ببند آخر لابد أن أذكره الآن هو بند خدمة الدين الدين العام الخارجي والداخلي بند خدمة الدين يمثل 58% من حجم الإنفاق في الموازنة العامة للدولة نتكلم على البند 58% مقابل البند آخر 2 أو 2.5% أو حتى 3% واضح جدا أنه نتحدث عن فيل في جانب اللي هو خدمة الدين وفقر في جانب آخر اللي هو دعم الخبز طبعا لا يجوز أن يفهم من كلامي أن من أنصار تجميد سعر الخبز ولكن فيه تفاصيل كيرة ممكن نتكلم فيه فكرة الدعم النقدي تقررت كثيرا هل المقصود هنا في هذه النقطة زيادة سعر الرغيف أم التفكير في دعم نقدي للمستفدين بدلا من دعم رغيف الخبز هذا سيؤدي إلى ذاك بمعنى أنه التحويل دعم الخبز إلى نقدي معناه ببساطة تقديم المقابل النقدي للمستحقين لدعم الخبز وترك رغيف الخبز يتحدث تبقى لقوى السوق من عبد والطالب وفي نهاية المطاف لابد أن نتوقع ارتفاع السعر وطبعا هذه معضلة كبيرة ولكن دعيني أقول آتي لأني نقطة هامة جدا الكثيرون يدعون أن الدعم النقدي أفضل من الدعم العيني وأنا كأستاذ اقصاد ليس كوزير تمويل صادق هذه المرة كأستاذ اقصاد أقول نعم نحن دارس للطالبة في مبادئ الاقتصاد أن الدعم النقدي أفضل من الدعم العيني بشرط توافر متطلبات الدعم للدعم النقدي من أهم متطلبات الدعم النقدي متطلبين المتطلب الأول هو أن تكون لدينا قاعدة بيانات تحدد لي من تحديدا سيستفيد من دعم الخبز وكيف يمكن توصيل مبلغ الدعم النقدي مثل هذه القاعدة غير موجودة عندنا المتطلب الثاني وهو لا يقل الأهمية أنه لابد من ضمان قدر من السيطرة على الأسواق بما يحول دون أن يتمادى التجار في رفع العصار بما يحرم الحاصلين على الدعم النقدي من ميزة الدعم النقدي وهذه مسألة جربتها الوزارة لو تذكري ربما أنه قالوا بالنسبة للسلعة الثامنية نحن سنقدم أيها سنقلية الزيت والسكر وخلافه سنقدم خمسين جنيه شهرياً الأول كانت عشرين رفعت إلى حالياً هي خمسين كويس؟ ويتقدم الشخص للشراء ما يشاء في السوق من سلعة في هذه الحالة الذي حدث هو أن السعر تفع عدة مرات بما تجاوز الرافع في المقابل النقدي الذي يحصل على المرات يعني إذا تم تحويل الدعم العيني لدعم نقدي كما حصل في السلعة الثامنية ده ممكن يؤدي أيضاً لرفع شعر الخبز مرة أخرى؟ معكد وممكن أن يترتب على ذلك سوء تغذية وهذه مسألة هامة جداً يعني خلي بالك الدستور فيه نص في المادة 79 متعلق بهذه الجزية وهناك الإعلان العهد الدولي للحقوق للصولية والاجتماعية تحدث عن حق الإنسان في غذاء كافٍ وآمن وآمن عظيم كافٍ وآمن ده النص الورد وبهذا المعنى أخشى ما أخشى أنه التحول إلى من الدعم العيني للدعم النقدي في الحالة المصرية ليس في كل حالة في الحالة المصرية نتيجة لغياب الشروط اللازمة لكفاءة الدعم العيني بالمقارنة بالدعم النقدي اللي هي موجود قاعد بيانات والسيطرة على الأصعار قد يترتب على ذلك نتائج اجتماعية وصحية طيب نرجع للخبز والدعم النقدي حداك إحنا يعني عرضنا على فكرة الدعم النقدي لو من وجهة نظر حضرتك هل هناك فوائد أو ما فوائد الدعم النقدي؟ الدعم النقدي أولاً أهم فؤيده على الإطلاق أنه بيتيح للمسالك الحرية أنه ياخد قراره يستهلك السلع ألف أو السلع به تبقى لتبضيلاته بس هنا يمكن يبقى فيه خشة إنه لو أنا أعطيت في إيدي مستهلك مبلغ نقدي قد يفضل شراء سلع أقل أهمية من ناحية التغذوية بالمقارنة بسلع المستهدفة اللي هي الخبز فهذا طبعاً محظور آخر لابد أن نتحسب له ونحن نفكر في قضية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي وأنا عايز أقول طالما بقي فقر وطبقاً للتقديرات الرسمية عندنا فقر في حدود ثلث سكان معنا حوالي ثلث سكان يقعون تحت الفقر مع تبينات كثيرة من المحافظة الأخرى يبقى أعتقد أنه لابد أن نفكر جيداً في إدارة منظومة الدعم وأنا بالمناسبة عايز أقول أنه لا يجوز اختزال دعم الخبز في مسألة السعر وحده لأن القضية أوسع من ذلك وحينما كنت وزيراً هلني أن أنا أضاحز الانتشار الساحق للمخابز في القرى هذا موضوع غير منطقي على الإطلاق أن القرية تنتج القمح ثم تنقله إلى المدينة لكي يطحن ويعود إليها لكي يحول المخابز إلى الخبز كخسارة قصادية بالإضافة إلى خسارة ثقافية باعتبار أن الخبز منتج ثقافي قبل أن يكون سعر حضرتك كنت وزير تموين هل فكرت يوماً في أن أنت تعيد ضبط هذه المنظومة يعني زي ما حضرتك تفضلت أه طبعاً طبعاً وأنا بالمناسبة عرضت اتجاه الرئيس مرسي لو تذكري كان نتكلم على موضوع المئة يوم مئة يوم لحل مشاكل الخبز مئة يوم لحل تذكري الموضوع ده يعني كان وجهة نظر الموضوع فيما يتعلق بالخبز موضوع أكثر تعقيدة من أن يحل في مئة يوم لسبب أولاً وعلى فكرة طرحت برنامج أيو يعني حضرتك يا دكتور جودة كانت ببساطة جداً وقف نقل القمح من القرية للمدينة واستهلاكه داخلياً حتى توفيراً اتنين محتاج إجراءات لوضع هذا القرية وهو أسهل شيء إن كنت تأخذ القرار لكن اللي كي ينفذ هذا القرار ويؤتي نتائجه على الأرض الواقعة لابد من إعداد العدة لذلك فإنت لقتي لما تقولي أنا لن أرسل القرية أخو سهل أخو قرار ليرسل الدي إلى المخابز عظيم طيب ماذا تكون نتيجة تاني يوم هتلاقي ثورة على الأرض ويبقى لأن القرى رتبت أوضعها على أساس إنها بتاخد العيش بتاعها من المخابز طيب أنا دلوقتي اللي كان في ذهني كوزير بفكر في حل ناجع لهذه المسالة كان كالتالي إن إحنا نستبدل دعم الخبز بالنسبة للريف كل القرى الريف والنجوع بدي إيه يبقى أنا أبعد ديه ما أبعدش إيه ما أبعدش أمح عظيم يعني ما أبعدش خبز للمواطنين طيب هنا بقى عشان أبعد إيه أنا محتاجة غير المنظومة من منظومة مخابز وآخره إلى منظومة صوامع لتخزين ديه هي مش صعبة ولكنها اللي عايز أقوله تحتاج إلى ما هو أكثر من الإيه من القرار وكان من فكر الجهورية كانت في النظام ده بالمناسبة لازم أقولها دلوقتي إنه إن كنتي ألعن شيء إنه يبقى للسلعة الوحيدة أكثر من سعر واحد يحصل الترابق اقتصادي كبير جدا فكان الفكرة الأمح له أكثر من سعر وديء له أكثر من سعر وكذلك الخبز له أكثر من سعر والبرنامج اللي كنا ترحيله كان يخطادي إنه الأمح يباع بسعره للمطاحن وديء يباع بسعره للمخابز وده ما كانش بيحصل على الفكرة عشان بس الناس تعرفت مثلا المخابز كان بتاخد دقيق بسعر مئة وستين جنيه للطن اللي هو بيتكلفه لي 123300 بدا التصور إذا كنا نبغي بالفعل حل مشكلة رديف الخبز أجب أن يتجاوز تفكرنا مسألة رفع السعر إلى ما يسمى التكلفة وفي уз الحالة طبعا أنا أرفض قبول 65 إ오ش باعتباره هو التكلفة دكتور جودة عبدالخالق وزير التموين سابقا شكرا جزيلا ندمه على شاشات بي بي سي أهلا بك سؤون ترجمة نانسي قنقر